122 ألفا هو عدد الإصابات الجديدة التي سجلتها بريطانيا في آخر 24 ساعة هذا العدد لم تسجل بريطانيا مثله من قبل خلال أي موجة من موجات الوباء السابقة على الإطلاق أغلب هذه الإصابات هي بالمتحور أوميكرون تبقى لمركز الإحصاءات البريطاني شهد الأسبوع الماضي فقط إصابة أكثر من مليون ونصف المليون شخص بفيروس كورونا اضطروا لعزل أنفسهم والمخالطين لهم مما أثر سلبا على قوة العمل البريطانية خصوصا في العاصمة لندن يأتي هذا الارتفاع القياسي في الإصابات قبل ساعات قليلة من بدء احتفالات البريطانيين بعيد الميلاد وسط تحذيرات الحكومة ودعواتها لأخذ الجرعات المنشطة من اللقاح يجب أن نقوم بفحص أنفسنا وأخذ الحذر حينما نلتقي بكبار السل والأكثر عرضة للخطر من الأقارب نحن نعرف أن الوضع ما زال صعبا لكن للملايين من العائلات بطول البلاد وعرضها سيكون الكاريسمس هذا العام أفضل نزبيا من العام الماضي خصوصا وأننا سنتمكن من الاحتفال بالعياد مع من نحب في سياق نفسه طمأنت وزارة الصحة المواطنين بأنه لن يتم فرض أي قيود جديدة أو إغلاقات قبل السابع والعشرين من هذا الشهر ليتم ترك المجال للعائلات للاحتفال بالكريسمس وبرغم التحذيرات والارتفاعات القياسية في أعداد الإصابات وحتى الأجواء الباردة إلى أن شوارع العاصمة مزدحمة بالحشود التي خرجت لتستمتع بالأيام القليلة المتبقية قبل فرض أي قيود أو إغلاق عام من لندن أحمد العنانين العربية